في المياه هنروح لأخبار المصارعة والأخبار المفرحة يعني اتحاد المصر المصارعة والشركة الرعيلة اللي اللعبتنا لعبت منتخب مصر اللي مفخر بها كلها صمر حمزة عملوا استقبال رسم واحتفال في مطار القاهرة الدولي اللي لعبها صمر حمزة بعد العودة بالميدالية البرونزية لبطورة العالم اللي أقيمت في نرويج واللي قدرت خلالها صمر تحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية كان فيه استقبال بالورود واحتفال من مجلس إدارة التحاد المصري للمصارعة ووزارة الشباب والرياضة فيها استقبال اللعب في مطار القاهرة وهنا لازم بقى نوقف ونقول من يوم مبروك لصمر حمزة ميدالية غالية ومهمة في بطولة العالم المصارعة ولكن الأهم يا صمر ان شاء الله ان انت قدرت تتخطي أحزانك وخلتها يعني الحالة النفسية بتاعتي خرجت منها مبكرا بعد الأولمبياد توكيو 2020 واللي علنت بعدها انك هتعتزل اللعبة بعد يمكن سوق حظ أو سوق توفيق في هذه البطولة رغم تصراحات دي صمر حمزة قدرت ان هي تقنع نفسها وتسدى نفسها مرة تانية كملت مشوارها وستمرت وراحت بطولة العالم في النرويج وقدرت تحقق الميدالية البرونزية وده بيديها أمل جديد وطموح جديد بالتأكيد وبتدي رسالة لكل الرياضين انك ممكن تقع وتخسر لكن ازاي ردتك ترجعك مرة تانية عشان توصل لهدفك هتقدر يعني تحقق إنجاز جديد وتقدر تكون بطل لو عندك رغبة في انك تصحح أخطائك وعندك هدف وعايز تحقق ألف مليون مبروك لصمر ونتمنى ان البرونزية دي تكون دافع علشان باريس عشرين واربعة وعشرين نشوف ميدالية جديدة والقاب جديدة لك إن شاء الله تفرح بيها كل المصريين في الأوليبيات القادمة إن شاء الله